السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أعزائي طلبة المحل الفني الصحي الفرقة الثانية مختبرات طبية نعاود بكم اللقاء في المحاضرة العشرة لنستكمل حديثنا عن الجينس كوليستريديا هذا الجنس من البكتريا التي تنمو لاهوائيا تكلمنا عن اثنين من اهم انواع جينس كوليستريديا التي لها تأثيرات طبعا صحية على الانسان والحيوان تكلمنا عن كوليستريديا بيرفرينجز وكوليستريديا بوتولينيام اليوم سنتكلم عن النوع الثالث اللي هو اعتبر من اهم انواع الكوليستريديا اللي هي بتسبب الامراض للانسان اللي هو كوليستريديا تيتاني وده بتسبب مرض معروف اسمه مرض الكزاز وده مرض بيصيب الجهاز العصبي وبيصيب عضلات الوجه والرقبة والرأس وبيعمل تشنجات مؤلمة جدا حديثنا اليوم عن الشكل المرفوليجي لهذا النوع كوليستريديا بتيتاني وشكل المستعمرات ونمو المستعمرات على الميليات وكذلك هنتكلم عن العوامل اللي هي مسببة للمرض وكيفية تحديد الطبعا التوكسنز وتعريف هذا الميكروب في المعمل وتشخيصه في المعمل اللاب دياجنوزيس وكذلك هنتكلم عن العلاج اللي هو الوقاية طيب كوليستريديا تيتاني من حيث الشكل المرفوليجي لهذا النوع من البكتيريا وشكل المستعمرات اللي بتنمو على الميليات أولا من حيث الشكل المرفوليجي هي بكتيريا عصوية موجبة الجرام جرام بوسطب باسيلاي كابسوليتد يعني اللي هي كابسولة بتحيط بالسيلول اللي هو الجدار الخلوي بتاع البكتيريا مطايل متحركة اللي بتحتوي على الفلاجلة الأهداب الأصوات اللي هي مسؤولة عن الحركة سبور فورمينج بتكون الجراسيم الجراسيم بتتميز بأربع صفات وأربع مميزات لها من حيث الموقع السايت بتكون تيرمينل يعني الجرسومة بتكون طرفية في طرف ونهاية الخلية كما ترى في تحت الميكروسكوب اللي هي اللونها أحمر بتكون جرسومة طرفية تيرمينل سبور الشكل بتاعها بيكون مستديرة يعني مستديرة سايز الحجم سفيريكال بروجيكتينج بتكون كروية من حيث الصباغة من حيث الصباغة طبعا الجراسيم لها صباغة خاصة بها طبعا لا تصابق بصبغة الجرام الصبغة الجرام بس لصباغة الخلية البكترية لكن الجراسيم لها صباغة أخرى شكل سبورز تقوم بعمل غرام استيك ابيريانس مثل عصى الطبلة اللي بدق بها الطبول شايفين؟ تقوم بعمل عصى الطبلة اللي بتضرب بها الطبول غرام استيك ابيريانس الكاليشا للمزرعة أين إروبس بتنمو لا هوائية تنمو على ميديات بسيطة تنمو بسرعة على ميديات بسيطة ميديات بروس لا تعمل تخمر للسكريات ولا تعمل هيدروليسيس للبروتينات نون سكروليتيك و نون بروتوليتيك عكس طبعا الكلستريديان بيرفرينجيز والكلستريديان بوتولينا تنمو على الكوكد ميت بروس و نعمل لها ساب كالشر نظرحها تاني على البلاد اجار عند 37 درجة سليزيس في التحضين يعني لمدة 24 ساعة لما نرى المستعمرات على البلاد اجار تبدو متميزة بان هي كده تلمع وفيه كمان الكلير زون بتعمل تكسير كامل لقرات الدم الحمرة ريت بلوت سيلز اللي هي دخلة في مكونات الميديا فبتعمل تكسير كامل لها كمبليت بلوت هيدروليسيس فبتعمل بيتا هيموليسيس يعني منطقة كده بتكون كلير حوالين المستعمرات و بتجدها يعني ايه حركة موجات حركة موجية على الميديا لان هي بتتحرك بسرعة فهي بشكلها بتلمع كده على الميديا لان هي بتعمل بتتحرك بسرعة بالنسبة التوكسنز اللي بتفرز وهي بتفرز طبعا التوكسنز التوكسنز ده احنا ممكن نعمله ازاي نقدره ازاي ان انا بجيب التوكسن وبحكنه في اثنين من الحيوانات التجارب زي الريتس الفئران البيضاء ده هيا وبحكن السم في الاثنين وبدي واحد التوكسنز والتاني لا اللي عطيته الانتوكسنز هيحصل ان الانتوكسنز بيعمل بيعادل السم ويبقى مليوش تأثير ويبقى الحيوان على قيد الحياة لكن الحيوان الاخر اللي انا احقنته بالتوكسنز طبعا ومعطيتهوش الانتوكسنز حيموت لان ما حصلش معادلة للتوكسنز وبالتالي من التأثيرات اللي هي العصبية على الجهاز العصب ملكاز ويموت بيأسر على عضلة القلب تأدى لفشل عضلة القلب وفشل في التنفس فبيموت الحيوان طبعا الحيوان اللي هو نو انتوكسنز بيموت لكن اللي اخذ انتوكسنز بيبقى بيظل على قيد الحياة الباسوجينيسيز تيتانوس القدرة احداث المرض للتيتانوس اللي هو الكزاز مرض الكزاز اللي بيانتج عن البكتيريا الكروسسنز تيتاني اللي بتفرز او بتنتج التوكسنز لو حصل انه الشخص طبعا حصل نيل بريك نيل بريك يعني واغز به من خلال اظافر اظافر كده الطويلة ده يحصل واغز في الجلد يعمل جرح طبعا الأظافر شايلة طبعا اتلبة وغبارة ممكن تتبه فيها السبورز بتاعت البكتيريا نفسها الموجودة في الديرتينيلز الأظافر اللي هي اللي بتكون غير نظيفة ولذلك نحن دائما بنحذر دائما بننبه على غسيل الأظافر استاب وونت لو حصل جرح عميق عمودي واغز عمودي للجرح وعميق ممكن ايضا يحصل طبعا كونتاميننت بالكلستريدام تيتاني طبعا زاسبور جرمينيت بيحصل ان الجراسين بتنمو انهانسينج بايوجينيك انفكشن طبعا مع تعزيز العدوى التقيحية في قيح تكون قيح في العدوى بتاعت الجرح هذا ثالث من العوامل التي تسبب الكزاز باسوجينيس أو تيتانوس اللي هو التيتانوس بازمن تيتانوس بازمن عبارة اللي هو يسموه السم التشنوجي السم التشنوجي السم التشنوجي التيتانوس بازمن التيتانوس بازمن الطبعا الذي ينتج من البكتيريا اللاهوائية 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 وطبعا يكون لتأثيرات قوية جدا على تسمم السم عصبي بيأثر على الجهاز العصب المركزي باسوجينيس اللاهوائية التيتانوس بازمن لو كن طبعا السم التشنوجي الأورجانوس 測定 نفيذف فكinaire ما تنتشر لكن إن التوكسينز يحصل king خلال اربعة ايام الى اسابية عديدة يوصل الى الاعصاب المحيطية وبالتالي سيذهب لجهاز العصبي المركزي وهو السنترال نيرف سيستم ويعمل بلوكس الى انهبتري ميدياتر مصبت الى الوسائط العصبية طبعا بلوكس الى انهبتري ميدياتر المؤثرات الحسية بتاع الجهاز العصب المركزي وهو يعمل الاسبازم يعمل طبعا التشنج مرض الكزاز ينتج عن افراز الكولستريديام تيتاني لهذا السم انها تعمل تشنجات عامة في العضلات وخصوصا بيعمل اللوك جاو اللوك اي جاو اللوك اي جاو اللي هو بيغلق الاي الفك لك جاو بيغلق الاي الفك سيفاليك تيتانيس اللي هو الكزاز اللي يصيب عضلات الرأس ايضا تيتانيس طبعا بيؤدي للوفاة هذا يحدث لتشنجات عامة او نتيجة نتيجة الصم التشنجي ان الوفاة تحدث نتيجة فشل التنفس كما يحدث عضلات الجهاز التنفسي والرأتين والحاجز يحصل فشل في عضلات التنفس يحصل فشل في التنفس وفشل في عضلة القلب موضوع التنفس المزاهر المرضية المزاهر المرضية لأطفال الحديث الأولادة يصيب الأمبلكل الحبل السري أو الجزع السري يصيب الجهاز العصر الملكزي يصيب الجهاز العصر الملكزي تقسم بلوكس يغلق المحفزات الوسطية يصيبها وبالتالي تحدث الوفاة يحصل فشل في التنفس وفشل في عضلات القلب الابدياجنوسيس التشخيص المعملي أول حاجة أن الكزاز التيتانوس يشخص سريريا عن طريق الطبيب المعالج ومن خلال تاريخ المرضي الجرح تلوث الجرح تلوث الجرح أحد علامات التيتانوس اللي هو الترايسماس اللي هو الترايسماس دي طبعاً تكون حالة يسموها الترزخ وهو حالة من تغيير فتح الفم تقييد حالة التقييد تعمل تقييد لفتح الفم يبقى لا يستطيع أن يفتح الفم وفي حالة التيتانوس يحدث الصدق بسبب تشنق العضلات المضغ أو لأسباب أخرى مختلفة تلاقي صعوبة في فتح الفم ويحصل تشنق لعضلات المضغ في الصدق وان اوف زا فولونج ساينز برضو التاني حاجة من أحد علامات التيتانوس اللي هو ريساس ساردونيكياس ريساس ساردونيكياس تعتبر تعبير في الوجه يتميز بارتفاع الحاجبين وابتسامة التشوه في الوجه تشنق العضلات المضغ وخاصة في الكزاز وهو التيتانوس احد العلامات التالتة وهو البينفول ماصل كونتلكشنز اللي هو انقباضات في العضلات بألم انقباضات العضلات المؤلمة كونتلكشنز أو التقلصات التقلصات العضلي التقلص العضلي المؤلم نتيجة التيتانوس نجمع العينة سبيسمين لسامبل نأخذ كوتن سواب من اكسيديت من الجرح نأخذ اكسيديت بص صديد اكسيديت افرازات فنأخذ مسحة من الافرازات بالكوتن سواب وبعدها المعمل يتم طبعا عمل داير تسمير نفرده على الشريحة الزجاجية ونصبغه بصبة الجرام استين ونفحص طبعا الميكروسكوب نرى الخلايا اللي هي جرام بوستف باصلاي اللي هي خلايا بكتيرية خلايا مجابة الجرام عصوية تظهر كده تحت الميكروسكوب المزرع المستعمرات للكوليستريديا متيتاني طبعا قلنا انها باكتيريا لاهوائية ان ايروبك كالشر كوكد ميت بروس نزرحها على الكوكد ميت بروس ونحضنها لمدة ست ساعات بعد كده نعملها ساب كالشر نزرحها على بلود اغار عند سبعة وتتين درجة لمدة اربعة وعشرين ساعة وبعد كده ناخد من الجرس اللي طالع على الميديا ونعمل دايركت سمير ونصبغه بصورة الجرام ستين وتظهر للمستعمر البكتيريا طبعا بتكون جرام بوصدف باصللاي بالشكل ده جرام بوصدف باصللاي بكتيريا عصوية مجابة الجرام المستعمرات المستعمرات بتنمو على البلود اغار جولنا بتعمل بيتا هيموليتك يعني كومبليت هيدروليسيس لريد بلود سيلز الموجودة في اميديا البلود اغار بتكسر قوة الدم الحمرة تكسير كامل وتظهر المستعمرات محاطة بمنطقة بتكون واضحة اللي هي كلير زون بنسميها بيتا هيموليسيس وبنشوف المستعمرات بان هي بتسبح عاملة سوارميج لان هي طبعا هايلي موفي بتحرك بسرعة عالية مطايل هايلي مطايل بنعمل لتوكسن زي بنقدر السوم ان احنا بنحقن اثنين من حيانات التجارب بالتوكسنس وبندي واحد منهم الانتي توكسنس واحد طبعا الانتي توكسنس اللي خادة الانتي توكسنس بيظل على قيد الحياة بيعيش لكن اللي هو وزاوة الانتي توكسنس بيحصل ان هو بيموت بالنسبة لي التريتمينت اند بريفنشن اوف تيتانس علاج الكزاز والوقاية منه التريتمينت من خلال طبعا معادلة التوكسنس ان انا بدي انتي توكسنس فورا مجرد التشخيص بندي انتي توكسنس فورا لان التوكسنس طبعا بيعمل نيتراليزيشن وبالتالي يمنع الوصول الى تأثيرات بتاعت الجهاز العصبي المركزي بيعمل نيتراليزيشن ما بيخليش التوكسنس يوصل للمستقبلات بتاعته على الخلية بتاعت العائل المصاب وبالتالي مش تحتاجه استأثيرات اللي هي العصبية اللي بنا عليها لو حصل هايبرسنستيفتي طبعا حصل حساسية من الانتي توكسنس بندي الكورتزون او الانتهستامين مضاد الهستامين او الادلينالين تريتمنت اوف تيتانوس علاج الكزاز بندي البنسيلين انتيبيوتك مع الميكرو نيدازول والميكرو نيدازول من احد المضادات الحيوية اللي بتشتغل حلو جدا مع البكتريا اللاهوائية فبندي كومبينيشن بين البنسيلين والميكرو نيدازول الانتيوباشن طبعا اللي هو اللي بستخدم طبعا اللي هو الانبوبة الحنجرية عشان ايه خلي المريض طبعا يتنفس كويس الوقاية من الكزاز اكتف امونيزيشن طبعا اللي هو التمنيع النشط اللي هو السلاسة اللي هو دي تي بي اللي هو نحن بدي السلاسة ده مصر السلاسة هو في الشهر الثاني والشهر الرابع والسادس والشهر الثمنتاشع بعد سنة ونص اللي هو السلاسة اللي بيشمل الديفتيريا والتيتانوس والبرتيازيس اللي هو السعال الديكي الطفل لما بيوصل لمرحلة الدخول للمدرسة بندي مصل للسنائي فقط اللي هو الديفتيريا والتيتانوس دي تي اكتف امونيزيشن اللي عند دخول المدرسة سكول انتري بندي الديفتيريا والتيتانوس اه طبعا الامصال باكسينيشن اوف بريجنانت وومن اجينس تيتانوس بندي طبعا اللقاح للست الحامل للتيتانوس طبعا جاب للولادة عشان طبعا نحمي المولود او الام لا تصاب بهذا المرض بكده انتهينا من النوع الثالث من اهم الانواع اللي هي في جينس كلستريديم اللي هو كلستريديم تيتاني تعرفنا على الشكل الملفوليجي والمزرعة وتعرفنا على العوامل الممرضة بتاعته وكذلك التشخيص المعملي والتريتمنت العلاج والوقاية وبكده انتهينا من هذا الجينس اللي هي جينس كلستريديم في ثلاث محاضرات ودي المحاضرة المحاضر ربعا التامنة والتاسعة والعشرة كانت بنتكلم عن الجينس كلستريديم الى نلتقي بإذن الله تعالى في محاضرات قادمة اتمنى لكم التوفيق والنجاح الباهر والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته